في البداية أريد أن نعرف منك كيف كان القانون القديم الحقيقة خلينا ننظر إلى القانون القديم بتاريخ صدوره القانون القديم هو القانون رقم 150 لسنة 1950 صدر في ظل دستور 1923 اتغير على هذا القانون دستور 71 ودستور 2012 ودستور 2014 بالإضافة بالإعلانات الدستورية التي كانت في الستينات فإحنا لو بنتكلم على فلسفة لصياغة قانون إحنا بنتكلم عن قانون كتب في العهد الملكي كان مناسب لهذه الفترة كان مناسب لهذه الفترة وكان علم الجريمة نفسه مختلف عن العصر الحالي طبيعة الجرائم نفسها تطورت علم مكافحة الجريمة نفسه تطور وبالتالي أصبح كمان معايير حقوق الإنسان ومعايير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة تطورت في العالم فأصبح مهم جدا أن نرى قانون معبر عن دستور 2014 معبر عن الاستراتيجية الوطنية لحول الإنسان معبر عن الضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد ولذلك كان مهم وإحنا بننظر لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن نحن لسنا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية نحن مع صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بفلسفة مختلفة متصقة مع الدستور الحالي ومتصقة مع تدعيات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة ومعايير حقوق الإنسان وفي نفس الوقت حق المجتمع في مكافحة الجريمة وضبطها وتحقيق الردع العام حتى لا تتكرر هذه الجرائم هذا التوازن هو اللي احنا اشتغلنا عليه في صياغة قانون الإجراءات الجنائية ويمكن لأنه قانون مختلف القانونيين دايما يسموه الدستور التاني لأنه هو معني بتنظيم كل ضمانات الإجراءات الجنائية لم يكتب في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وفاقت رغم أنه هذا هو الإطار القانوني والدستوري لصياغة التشريعات لكن تم تشكيل لجنة فرعية هذه اللجنة اشتغلت على مدار 14 شهر ضمت فيه عضوياتها ممثلين للجان حقوق الإنسان في مجلس النواب كنت أنا بتشرف بإني ممثل لجنة حقوق الإنسان لجنة الدفاع والأمن القومي أعضاء من اللجنة الدستورية والتشريعية وممثلين للجهات القضائية المختلفة بنتكلم عن مجلس قضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة أسازت قانون جنائي في الجماعات المصرية نقابة المحامين أمين عام نقابة المحامين كان ممثل في هذه اللجنة أيضا وكيل لجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ يتكون موجود أيضا وزارة الداخلية كمان كان لها ممثلين في هذه اللجنة الفراعية وانتهت في هذه اللجنة بمسودة كاملة لقانون الإجراءات الجنائية يناقش الآن في اللجنة الدستورية والتشريعية إن شاء الله يرى النور أمام الجلسة العامة إن شاء الله في الأسبوع الأول من أكتوبر مع بداية دور للعقاط بإذن الله ترجمة نانسي قنقر